بسم الله الرحمن الرحيم بيطلب منك في الامتحان ان انت تستخرج اسم فاعل من فاعل سلاسي هتعمل ايه ساعتها اسم فاعل من فاعل سلاسي هتعمل ايه انا جايبا لك في الفيديو ده انت هتعمل ايه بالزبط والخطوات اللي هتسهل عليك استخراج اسم الفاعل من فاعل السلاسي عندنا لما يطلب مني اسم فاعل من فاعل سلاسي نستخرجه من القطعة هنقول لنفسي ايه يعني ايه هو يعني هو عايز مني انه ابحث وادور على اسم بعد اه بعد اول حرف منه الف ولو حزفة الالف يرجع فاعل يعني الاسم اللي اخره الف ونوم وونوم ويه ونوم والف وته وته مربوط مثال على اسم الفاعل القائد العائدون التائبون العالمان الحامدان الشاكرة الصاعدين زائر غالية ناجح دي كلها ايه امثلة على اسم الفاعل وجايب لك هنا امثلة للاضاح عشان توضح لك اكتر في الامتحان استخرجت كلمة الكاتب اسم فاعل نتأكد من صحة اجابتي بقى هنعمل ايه احزف الالف يبقى كتب احزف الالف يبقى ايه كتب يبقى انا هنا صح استخرجت كلمة باتة اسم فاعل لتأكد من صحة الاجابة بتاعتي احزف الالف يبقى ايه بات يبقى انا خطأ بقى انا ايه خطأ السائمات اسم فاعل لتأكد من صحة اجابتي احزف الالف هتبصامه يبقى انا صح الصالحون اسم فاعل لتأكد من صحة اجابتي هنحزف الالف يبقى ايه صلاح اسم فاعل من غير السلاسي بقى اسم فاعل من غير السلاسي يعني رباعي خماسي سداسي والفاعل بتاع اسم الفاعل مبني المعلوم يعني الفاعل موجود معلوم زي اندفع يندفع مندفع امن يؤمن مؤمن الفاعل بتاع اسم الفاعل مبني للمعلوم يعني الفاعل موجود معلوم طريقة المقص محمد مستخدم المصطرة مستخدم اسم فاعل استخدم محمد في فاعل الفعل مبني المعلوم يبقى مستخدم اسم فاعل الشعب المصري منتصر منتصر اسم فاعل انتصر الشعب يبقى الفعل مبني المعلوم يبقى منتصر اسم فاعل طيب بيطلب مني ان انا نستخرج اسم مفعول من فعل سلاسي زي مثلا في الامتحان انا استخدم كلمة مثلا مسموع اسم مفعول التأكد من صحة اجابتي بنحذف الميم والواو يبقى سمع يبقى انا صح طب منصور اسم مفعول التأكد من صحة اجابتي بنحذف الميم والواو بنصر يبقى انا صح اجروا الاسئلة ووضحوها وفهمها كويس عشان لما يجيلك تستخرج من القطعة تبقى فاهم انت بتعمل ايه مفعول من فعل سلاسي على وزن مفعول اقول لنفس ان يعني عايز من ان انا ابحث وادور على اسم اولو ميم وجاب لاخر واو ولو حزفتهم يرجع على وزن فاعل منشود منشور مرفوع دي امثلة طيب اسم مفعول من فعل غير سلاسي اسم مفعول من فعل غير سلاسي لما يقول استخرج من القطعة انا نقول له اسم مفعول ده من فعل غير سلاسي زي رباعي مثلا خماسي سلاسي بيكون الفعل بتاع اسم المفعول ده ما ابن المجهول يعني الفعل مجهول غير موجود مش عارفينه مثال ان دفع يندفع مندفع استخرج يستخرج مستخرج لما تتعود على الحاجات دي وتجراها مرة واثنين وثلاثة في الاول واضحة انها صعبة عليك بس هي سهلة مع التكرار ان شاء الله باذن الله هتتعود عليها هو الاستخراج ده بتاع الفعل السلاسي على وزن سلاسي وعلى وزن رباعي او من غير السلاسي ده بيبه صعب في الاول شوية بس اول ما تفهمها خلاص اسم الفعل من غير السلاسي يجبه اسم المفعول من غير السلاسي كيف او ازاي حنفرق بينهم اسم الفعل من غير السلاسي واسم المفعول من غير السلاسي اسم الفعل من غير السلاسي اول وميم مضمومة ومقصور ما قبل الاخر انما اسم المفعول من غير السلاسي اول وميم مضمومة ومفتوح ما قبل الاخر ده الفرج بينهم ده يا حبيبي الفرج بينهم عشان تعرف تميز الفعل مبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول زي الجيش المصري مقتحم الشدائد اقتحم الجيش في فاعل الفعل مبني المعلوم يبقى مقتحم اسم فاعل الفعل مبني المجهول الشدائد مقتحمة اقتحمت الشدائد لا يوجد فاعل الشدائد نائب فاعل والفعل مبني المجهول يبقى مقتحمة اسم مفعول الجيش الاسرائيلي محتل فلسطين الارض المحتلة صيغة المبلغة ميقول لي يطلب مني صيغة مبلغة يعني ايه صيغة مبلغة ميقول لي نفسي يعني ايه صيغة مبلغة يعني الحاجة كتير في صفة معينة او الكسرة في صفة معينة وبتأتي على وزن فعال مفعال فعول فعيل فعلة زي مثلا في الامتحان تستخرج كلمة مثلا زي كلمة عطوف عطوف دي صيغة مبلغة لما نجلس نفسي يعني عطوف يعني كسير العطف يبقى عطوف صيغة مبلغة على وزن فعول ويبقى انا هنا صح مثلا كلمة مقدام مقدام دي صيغة مبلغة بسأل نفسي يعني ايه مقدام يعني كسير الاقدام يبقى مقدام دي صيغة مبلغة وانا هنا هنبقى صح فهمتوا حبيب صيغة المبلغة يعني الحاجة بكسرة العطف بكسرة حدبها عطوف الاجدام بكسرة حدبها مقدام فهمنا صيغة المبلغة طيب اسم التفضيل من السلاسي اسم التفضيل من الفعل السلاسي بنبحث عن اسم على وزن افعل فعلة خير او شر على وزن افعل اقصر اقوى افضل احسن اروع اعزب اسمه في الامتحان يطلب منه استخرج اسم تفضيل وبين المفضل والمفضل عليه مثلا محمد اقوى من احمد اسم التفضيل هنا ايه؟ اقوى المفضل محمد المفضل عليه؟ احمد فهمتوا؟ فهمتوا حبيبي؟ اجرى المثال ده مرة واثنين وثلاثة هتفهم ازاي تطلع اسم التفضيل من الفعل السلاسي طيب مصر كبرى الدول العربية ده مثال اخر عشان نفهم اسم التفضيل اسم التفضيل هنا ايه؟ كبرى المفضل مصر المفضل عليه الدول طيب مثلا ممكن يجيب لي في الامتحان محمد الاعظم او الاقوى او محمد الاعظم او الاقوى او الافضل اسم التفضيل الاعظم الاقوى الافضل والمفضل محمد فهمناها صح؟ اسم التفضيل من غير السلاسي بجا زي كلمة جلك ان هو اسم التفضيل من غير السلاسي بنأتي بالمصدر المفعول المطلق زائد فعل مساعد متوفر فيه الشروط ايه؟ السبعة اقصر اشد طيب ازدحمة ازدحمة ده فعل خماسي ازدحمة المصدر بتاعه ازدحاما فعل مساعد او فعل مساعد متوفر فيه الشروط السبعة اكثر يبقى اكثر ازدحاما القاهرة اكثر ازدحاما من الاسكندرية اسم التفضيل اكثر المفضل القاهرة المفضل عليه الاسكندرية سؤال رقم ده في الامتحان عن اسم التفضيل علل لما يأتي اسم التفضيل من كان اصبح اضحى امسى ظل باتى صارى ليسى مزالة ودي لانها افعال ماقصة لا يأتي بعدها فاعل علل لماذا لا يأتي اسم التفضيل من نعم عسى ليسى مهمة لانها افعال جمد لا يأتي منها ماضي مضارع او امر علل لماذا لا يأتي اسم التفضيل من ماتى فنى غرقى هلكى حرقى لانها افعال غير قابلة للتفاوت اي للزيادة او النقصان علل لماذا لا يأتي اسم التفضيل من ازرق ابيض اهيف احوال اعرج اصفر لانها صفة على وزن افعل الذي مؤنسه فعلاء اسم الزمان والمكان من الفعل الثلاثي عندنا اسم الزمان والمكان اسمي الزمان والمكان من الفعل الثلاثي هقول لي نفسي يعني هو عايز ان انا ابحث وادور على اسم اربع حروف اول ميم على وزن مفعل بفتح العين او قصر العين ولو حزفت الميم يرجع فعل زي مأوى اوى موعد وعد مولد ولد موقف وقف مجرى جرى مهبط هبط منبع نبع او نبع مثال اسم المكان يصبق بمكان او شيء يدل على المكان اسم الزمان بيصبق بزمان او شيء يدل على الزمان زي مصر مأوى الاحرار مأوى اسم مكان الصباح ملعب الصبية ملعب اسم زمان مكة مهبط الوحي مهبط اسم مكان الليل موعد الصمر موعد اسم زمان أشهر الكلمات التي تأتي اسم الزمان والمكان مسعى، مبدأ، منبع، مهوى، مجرى، معمل، مكبرة، مصدر، مخرج، مدار اسم الزمان والمكان من الفعل غير ثلاثي يأتي على نفس طريقة السوق اسم المفعول من غير ثلاثي رباعي، خماسي، سداسي طريقة الإتيام باسمي الزمان والمكان من غير ثلاثي بنأتي بالمضارع مع إبدال حرف المضارعة من مضمومة وفتح ما قبل الآخر أوله من مضمومة ومفتوح ما قبل الآخر اسم المكان ينسبق بمكان أو شيء يدل على المكان والزمان بزمان أو شيء يدل على الزمان زي المكتبة ملتقى المثقفين أول ما يوم مفتتح المصنع طيب اسم الآلة المشتق القياسي استخرج اسم آلة مشتق قياسي هقول لي نفسي يعني إيه اسم آلة يعني آلة بنستخدمها في حياتنا ومشتقة يعني مأخوذة من الفعل ولها أوزان محددة مفعل مفعلة مفعال فعالة فعول فاعلة فعال أشهر الكلمات اللي بتأتي أو بتأتي اسم الآلة المشتقة زي مفتاح منجل مقياس مرآة مفرمة منظار فرامة مضرب حسوب حسوب اسم الآلة الغير قياسي أو الجامد بقى وهو نفس الشيء لإسم الآلة قياسي بس بنستخدمه في حياتنا غير حياتنا اليومية بس غير مأخوذ أو مشتقم الفعل أشهر الكلمات تأتي اسم الآلة غير القياسي فأس قلم سطور سلاجة شوكة احفظ الكلمات دي وإن شاء الله هتروح تلاقيها تلاقي واحدة منهم في القطع ساعتها عطيها في اسم الآلة القياسي الغير قياسي والقياسي أهم الكلمات اللي يكشف في المعجم بقى مثلا نجيب لك كلمة ويقول لك يكشف لي في المعجم عن هذه الكلمة زي كلمة اسم كشف عنها في المعجم السمو دنيا دينو رياضة راود فتاة يعني عندنا أكتر من مثال الكلمات دي حاول تحفظها عشان لو جالك منها كلمة تعرف تكشف في المعجم عنها وخلي في علمك تكشف في المعجم ده حاجة سهلة مش صعبة يعني هتتعود عليها بس هي والأوزان المراس نكشف عنها في المعجم ويرس مجال جول ميناء ويني وبالتفوق والنجاح ان شاء الله أتمنى من الله عز وجل التفوق ونجاح لكل طلبة وطالبات الصف الثالث الأعدادي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته